موسيقى قوات الاسد تشن هجمات على ريف حما في اول خرق الاتفاق تخفيف التوتر في اربع مناطق سوريا القوات العراقية تحرر ثلاث قورا جديدة قرب الموصل والتحالف الدولي يشير الى اقتراب نهاية داعش في نينوان وصحة العالمية تسعى لبداء الاقل كلفة لعلاج السرطان أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام وأهلا بكم الى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأه من تطورات الشأن السورية ادخل الاتفاق الخاص بإقابة مناطق آمنة في أجزاء من سوريا حيز التنفيذ مساء أمس في وقت أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان باندلاع اشتباكات عنيفة في بلدة خاضعة لسيطرة المعارضة ومناطق مجاورة في محافظة حماء وقالت مصادر في المعارضة إن الاشتباكات اندلعت بعد محاولة قوات الأسد التقدم في بلدة الزلاقات بعد ساعات من سريع الهدناء اتفاق المناطق الآمنة في السوريا الذي حظي بدعم واشنطن والرياض والأمم المتحدة يدخل حيز التنفيذ تقول موسكو وتوضح أن أكبر منطقة آمنة في سوريا ستتضمن محافظة إدلب التي تخضع معظم مناطقها لسيطرة المعارضة المسلحة وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماء المناطق المذكورة أكدت روسيا أنها ستغلق أمام الطائرات الحربية الأمريكية عدم واقع داعش روسيا أوضحت أن الدول الثلاث الضامنة التي وقعت على مذكرة المناطق الأربع ستتابع عن كثب عملية التحالف الدولي فيما يخص التزامه بحظر العمل في أجواء مناطق وقف التصعيد وتنص المذكرة على تحديد أربع مناطق خالية من الاشتباكات تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظات اللاذقية وحماء وحلب المجاورة وبعض المناطق شمالي محافظة حمص والغوطة الشرقية بريف دمشق ومحافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا إضافة إلى إنشاء مناطق للحد من التصعيد سيتم تمديده تلقائيا بالاستناد إلى توافق الضامنين كما تشمل أبرز البنود ضمن خطوط مناطق الحد من التصعيد إذ يتوجب وقف القتال بين الأطراف المتصارعة متمثلة باستخدام أي أنواع الأسلحة وتوفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إضافة إلى خلق ظروف مواتية لعودة آمنة وإرادية للاجئين والمهجرين داخل البلاد أما عن المناطق الآمنة فيجب أن تتضمن نقاط تفتيش لضمان حركات بلا عوائق للمدنيين العزل ومواقع مراقبة لضمان الالتزام ببنود نظام وقف إطلاق النار كما يجب عمل نقاط التفتيش ومواقع المراقبة جنبا إلى جنب مع إدارة المناطق الآمنة من جانبها انتقدت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية اتفاق استان القاضي بإنشاء مناطق لتخفيف التسعيد في سوريا ووصفت الهيئة في بيان الاتفاق بأنه غامض وغير مشروع محذرة من تقسيم البلاد كما جددت الهيئة رفضها دور إيران كضامن للاتفاق وفي خطوة غير مسبوقة انشأ نظام الأسد في سوريا معبرا تجاريا بين مناطق سيطرته والمناطق المحررة في ريف درع الشرقي يقع على مدخل خربة غزالة على الطريق الدولي لمشق درع مصادر محلية في درع أكدت لمراسلنا أن النظام لجأ إلى فرض أتاوات على التجار الراغبين في استخدام المعبر مقابل السماح بدخول السلع إلى المناطق المحررة مشيرة إلى أن هدف النظام من فتحه هو مادي بحت إذ سيمكنه من جني أموال طائلة يوميا خصوصا أنه من المرجح أن يكون المعبر الرئيسي للمناطق المحررة غير أن هذا القرار جوبها باستنكار المعارضة التي أعلنت المنطقة عسكرية وحذرت المدنيين والتجار من الاختراب منها أو التعامل مع المعبر الذي فتحه النظام من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن مهام القوات الأمريكية في سوريا لن تتضرر بتخصيص مناطق يخفف فيها التسعيد هناك أو ما يسمى بمناطق حماية داخل سوريا وقال المتحدث باسم الوزارة جيف ديفيس في واشنطن إن المناطق المحمية لن تشمل المناطق التي ينشط فيها مقاتل تنظيم داعش إلى ذلك قال المدير العام لمنظمة حضر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومغو إن فريقا تم تشكيله خصيصا بدأ العمل للتحقيق في الهجوم الكيميائي على مدينة خانشيخون سوريا وأوضح أوزومغو أن خبراء المنظمة قد حللوا عينات متعلقة بالهجوم الكيميائي المحتمل في مدينة خانشيخون بما في ذلك عينات دم وأنسجة لضحايا الهجوم مصيرا على أن هذه العينات تشكل أدلة دامغة لا يمكن التشكيك فيها وقبيل بدء تحقيقات مدزرة خانشيخون الكيميائية كشفت وكالة استخبارات غربية استمرار نظام الأسد إنتاج أسلحة كيميائية وبيولوجية في ثلاثة مواقع تتبع لمركز البحوث العلمية قرب دمشق وحمى وأن إيران وروسيا حليفة الأسد على علم بذلك الزميل زكريا نعساني يستعرض في التقرير أتى لمشاهدين مواقع إنتاج كيميائي الأسد وتفاصيل ما جاء في وثيقة الاستخبارات التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية أمس إلى زكريا لم يعود خافيا على أحد أن نظام الأسد لا يزال يستخدم الأستحى الكيميائية رغم إنكاره ولديه مخزون كبير من الكلور والسارين والفي إكس داخل مستودعات سرية موزعة على جميع المناطق التي يسيطر عليها في غرب سوريا وفي محيط العاصمة دمشق وعلى الرغم من إدعائه تسليم كل المخزون الذي يحتفظ به بعد توقيع انضمام سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على خلفية هجوم شنه على غوطتي دمشق سنة 2013 إلا أن ذلك لم يكن كامل الحقيقة فالأسد وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن وكالة استخبارات غربية لا يزال ينتج مجموعة من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في ثلاثة مواقع تتبع لمركز البحوث العلمية الذي تنتشر فروعه في مناطق مختلفة ولكل فرع مهام خاصة لتصنيع أنواع الأسلحة وتطويرها تتهم الوثيقة الاستخباراتية أن نظام الأسد أعلن كذبا العمل في أحد هذه الفروع البحثية بهدف أغراض دفاعية بينما استمر العمل في الحقيقة لتطوير قدرات هجومية إذن مواقع ثلاثة لا يزال الأسد ينتج فيها الأسلحة المحرمة بحسب الوثيقة الاستخباراتية الغربية التي اكتفت بذكر مواقعهم دون تفاصيل هي أولا مركز البحوث العلمية في حي برزة بحسب ما تناولناه من أبحاث عن المركز من قبل فمركز برزة هو المقر الرئيس للبحوث العلمية يقع شمال شرق العاصمة دمشق على مرتفعات قاسيون مبني من طوابق عدة فوق الأرض وأخرى تحت الأرض تم تجهيزها لتكون مختبرات ومواقع تصنيع سرية وتربطها بمستودعات مركز البحوث أنفاق تحت الأرض تخترق جبال سلسلة القلمون الشرقية وتحديدا باتجاه مستودعات الضمير أكبر مستودعات الأسد الحربية أما المركز الثاني الذي يتم فيه تصنيع الأسلحة فهو مركز دمر المعروف باسم جمرايا وكنا أيضا تناولناه بتقارير سابقة إذ يقع خلف جبل قاسيون شمال غرب دمشق وهو قريب من مطار المزة العسكري واللواء 105 حرس جمهوري تم استهدافه في 2013 إلا أن مختبراته داخل الأرض لا تزال تعمل ويعتقد بأنه تجري فيه أهم الأبحاث السرية فضلا عن تطوير الأسلحة وتخزينها المركز الثالث وهو الوحيد بحسب الوثيقة يقع خارج دمشق فهو مركز مصيا الواقع في ريف حما ومن خلال بحثنا تبين أن المركز هذا هو من أبرز مواقع النظام التي يتم فيها إنتاج الأسلحة وتطويرها وتم نقل إنتاج العديد من المراكز الأخرى مثل مركز البحوث العلمية في السفيري بحلب إلى مصيا ويقع مبنى القيادة التابع له على الطريق العام مصيا في حما ويتألف من عدة أقسام أهمها المعمل الواقع في قرية الزاوي شمال مدينة مصيا بحوالي 15 كيلومتراً ومستودع التسليح شمال مبنى القيادة بحوالي كيلومتر واحد وعلى الرغم من مراقبة مواقع مصياف وبرزة ودمر من جانب منظمة حضر الأسلحة الكيموية تقول الوثيقة إن تصنيع وصيانة تلك الأسلحة مستمر في أقسام مقلقة داخلها وأبرز ما كشفته الوثيقة هو أن منشأتين مصياف وبرزة متخصصتان في تركيب الأسلحة الكيموية وفي الصواريخ طويلة المدى وقذائف المدفعية كما سمت الوثيقة مسؤولاً رسمياً رفيع المستوى وهو العميد بسام حسن باتباره يلعب دوراً رئيساً في إصدار الأوامر باستخدام الأسلحة الكيموية الأسد لم يتوقف عن إنتاج الأسلحة الكيموية إذن وهو الأمر الذي أكدته الوثيقة الاستخباراتية وأكدته منظمة هيومان رايتس ووتش والتي جاء في تقريرها الأخير أن حادث خان شيخون يعد جزءاً من نمط أوسع يشير إلى استخدام الأسد لأسلحة كيموية لنشرتنا بقية مشاهدينا ولكن لنا عودة بعد فصل قصير أحييكم من جديد إلى الشأن العراقي إذ أعلن قائد ميداني عراقي أن قوات الشرطة حررت ثلاث قرى وقتلت 31 فرداً من داعش أثناء تقدمها في مناطق شمال غربي مدينة الموصل التي انطلقت في وقت سابق من الساحل الأيمى من المدينة وأضاف أن قطعات أخرى في محور جنوب غرب المدينة القديمة استهدفت ما تسمى مقار السفر والمقار الأمنية في منطقة الزنجيلي وقتلت قيادياً في داعش مع حراسه أذا وكانت القوات العراقية المشتركة تمكنت من تحرير موقع أثري تابع لمدينة الحضر كان يستخدمه قادة من داعش للتحصن بأنفاق تحت أرضه مستغلين أن القوات العراقية والتحالف الدولي لا تقصف المواقع الأثرية مرسلنا ويسام يوسف زار هذه المنطقة بعيد تحريرها وعد لنا التقرير التالي هذه بوابة مدينة الحضر الآثارية والتاريخية بعد تحريرها من احتلال داعش الذي كان يتحصن فيها لقرابة ثلاث سنوات هذه البوابة تعد آخر موقع أثري تحريره القوات العراقية المشتركة من التنظيم الذي عاث في مدين الموصل الآثارية خراباً تحررت هاي مثل ما جايش شوفون كل شي ما كون خير من الله هاي الصحراء وفرغاية الحبر بكامل المنطقة الآثار المنهية كل شي ما جايش يعني ما مخلين بيها شي ما سحينها مسح وهاي مثل ما جايش شوفون منذ احتلال داعش لهذه المنطقة الآثارية اتخذ منها قاعدة لمقاتلي كونها تعد المدخل الرئيسي لمدينة الحضر وحررتها القوات العراقية المشتركة بعملية سريعة إذ كان مقاتل داعش يتحصنون بين آثار هذه المدينة كون طائرات التحالف الدولي والصلاح الجو العراقي لا يستهدف المواقع الآثارية مدينة الحضر الآثارية داعش كان هنا سرق الكثير من الآثار ودمر القسم الآخر منها القوات الأمنية العراقية المشتركة تمكنت من تحرير هذه المدينة قبل ثلاثة أيام من المؤمل أن تعود وتؤهل هذه المدينة وتفتتح مرة ثانية مصادر عسكرية أكدت لأغبار الآن أن العديد من قادة داعش تحصنوا في أنفاق حفروها تحت المدينة الآثارية خشية أن يستهدفهم القصف الجوي لكننا لم نتمكن من الوصول إليها كون مقاتلي داعش فخخ المدينة من الداخل ربما تكون هي أوفر حظاً بقية المواقع الآثارية فنسبة الضرر الذي تعرضت إليه لا تتجاوز 20% إذا ما تم تقديرها فبكونها بقت كمعسكر تدريب وميدان لتعليم الرماية بالنسبة لعصابات داعش ومقاتليها أعتقد هذا السبب الذي خلاها تبقى محافظة على الأبنية أو الستركتر بصورة عامة الآثار العراقية التي نهبها داعش من مختلف مواقع الموصل التي كان يحتلها بالقرب من هذه المدينة التاريخية كانت تشكل مصدراً مهماً لتمويل عملياته من خلال المتاجرة فيها بعد تهريبها إلى خارج العراق لكن تحرير هذه المواقع الأثرية من قبل القوات العراقية المشتركة كان عاملاً مهماً لقطع مصادر تمويل التنظيم خلال الفترة الماضية وفي السياق قال الخبير القانوني العراقي في مجال حقوق الإنسان الدكتور فاضل الغراوي قال إن طرق الإجرامية لمسلح داعش في التعامل مع المدنيين تغيرت مشيراً في لقاء مخبار الآن إلى أن التنظيم أصبح يقتل المدنيين الهاربين من مناطق احتلاله مباشرة بعد أن كان يستخدمهم دروعاً بشرية في المرحلة الماضية كانت تستخدم المدنيين كدروع بشرية في مرحلة منع القوات الأمنية من التقدم الآن العملية اختلفة من قتل المدنيين وخاصة المدنيين الذين يمررون معلومات القوات الأمنية أو المدنيين الذين يحاولون انفرار من الطوق الذي تقوم بهم عصابها داعش رهابية وبالتالي تجهد إلى عملية القصف المكثف في موضوعة الهوانات باتجاه هذه الأحياء وباتجاه المدنيين والكثافة التي يتواجد بها المدنيين بشكل مباشر وبالتالي يعتقد عصابها داعش رهابية أن وجود المدنيين هو عامل مساعد في بقائهم في هذه المعركة من جانبه أشاد المتحدث باسم التحالف الدولي جون دوريان بالتقدم الذي تحريزه القوات العراقية شمال غرب الموصل ووصفه بأنه بداية نهاية لداعش فقال دوريان إن الفرقة المدرعة التاسعة تتقدم بسرعة نحو نهر دجلة من شمال غرب المدينة وهو الأمر الذي أربكت تنظيم وألحق به خسائر في الأرواح وخسائر مدية كبيرة إن فتح جبهة جديدة سيكون بالتأكيد تطورا مهما فقد تمكنت الفرقة المدرعة العراقية التاسعة من التحرك بسرعة إلى وسط المدينة وهي تتحرك باتجاه نهر دجلة وتتقدم ضد عدو غير قادر على تصديلها ونعتقد أن فتح هذا الطريق الجديد هو بداية النهاية لداعش في الموصل من المؤكد أن داعش يفقد الأراضي التي تقع تحت سيطرته في الموصل وأن تحريرها مسألة وقت وفي محافظة الأنبار أعلنت خلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن الطيران الدولي وجه ضربة جوية أسفرت عن قتل العشرات من أفراد تنظيم داعش قرب مفرق طريبيل الحدودي غربي العراق في محافظة الأنبار وتشهد المناطق الصحراوية أقصى غربي العراق في الرطبة والقائم والمناطق القريبة من الحدود العراقية السورية نشاطاً واضحاً لأفراد داعش حيث يستهدف حركة دوريات الجيش والشرطة العراقية نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير محمد طفل سوري يلجأ إلى بيع المثلجات لمساعدة أسرته أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجولنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة القبس الكويتية التي اخترنا منها لكم طريقة جديدة لقياس مؤشرات المرض عبر الواي فاي توصل علماء في أمريكا إلى تقنية جديدة تساعد على قياس المؤشرات الصحية لجسم الإنسان التقنية الجديدة أطلق عليها اسم واي جيت وهي مزودة بأجهزة استشعار متطورة قادرة على إرسال إشارات راديو مطابقة لإشارات الواي فاي لتفسر أي خلل أو حركة غير اعتيادية من الممكن أن تكون مؤشرا لمرض ما كمرض باركنسون مثلا نطالع مشاهدين من صحيفة الرياض السعودية يد صناعية ترى وتمسك الأشياء بشكل تلقائي طور فريق من الباحثين في بريطانيا يدا صناعية تثبت عليها كاميرا يمكنها أن تلتقط صورا للأشياء الموجودة أمامها وأن تقوم بتقييم حجمها وشكلها من أجل أن تمسك بها بشكل تلقائي صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها شركة صينية تطرح أول هاتف ذكي مزود بأربع كاميرات أطلقت شركة صينية هاتفا ذكيا جديد مخصص لمحبيت تطوير التصوير وصور السلف يحتوي على أربع كاميرات اثنين في الجهة الأمامية ومثلهم في الخلف وقالت شركة أوكيتل إن كل الكاميرات مزودة بأنظمة فلاش LED وستكون صورها مشابهة بالصور المتقطة بكاميرات ديسلر وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة القدس العربي وبعد واتساب عطل مفاجئ يصيب تويتر توقف موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن العمل لفترة وجيزة في منطقة الشرق الأوسط بعد يوم واحد من توقف تطبيق واتساب في جميع أنحاء العالم لمدة ساعتين ولم يعلق مسؤول الشركة تويتر عن هذا العطل نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا تطلق منظمة الصحة العالمية مشروعا تجريبيا هذا العام لإنتاج نسخ أرخص من أدوية السرطان باهظة الثمن التي تعتمد على التكنولوجيا الحيوية في محاولة لإتاحة هذه البدائل على نطاق واسع في الدول الفقيرة وقالت المنظمة إنها ستدعو كبرى شركات الأدوية بتقديم طلباتها للتأكد من أنها تخضع لشروط التأهيل المسبق لإنتاج بدائل للعقارات المدرجة على قائمة المنظمة إلى التفاصيل إنه أحد أخطر الأمراض المنتشرة في عالمنا الحالي مرض السرطان أو ما يعرى بالورم الخبيث هو مصطلح طبي يشمل مجموعة واسعة من الأمراض التي تتميز بنمو غير طبيعي للخلايا المنقسمة دون رقابة ولديها القدرة على اختراق الأنسجة وتدمير أنسجة سليمة في الجسم الداء القدر على الانتشار في جميع أنحاء الجسم يعد من الأسباب الرئيسة للوفاة في العالم وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة لمعدلات ونسب حالة الإصابة بالأورام السرطانية ولا مدى ثباتها أو زيادتها إلا أن المؤشرات وحقائق الأمور تؤكد أن هناك زيادة في أعداد المترددين على مراكز وأقسام الأورام بالمستشفيات لكن ما يزيد الطين بلة أن تكليفة العلاج من هذا المرض القاتل باهضة الثمن لا يتحملها الفقراء ولا حتى أصحاب الطبقة المتوسطة ورغم اختلاف نوع الإصابة سواء كان سرطان كبد أو ثدي أو أي أن كان فإن ما يجمع بين هؤلاء هو غلاء الأدوية ما جعل المرضى يعانون مرتين من كابوس المرض وتكاليف علاجه وبهذا الصدد أطلقت منظمة الصحة العالمية مشروعا تجريبيا هذا العام لإنتاج نسخ أرخص من أدوية معالجة السرطان بهضة الثمن التي تعتمد على التكنولوجيا الحيوية في محاولة لتحة هذه البدائل على نطاق واسع في الدول الفقيرة وقالت المنظمة إنها ستدعو كبرى شركات الأدوية في سبتمبر أيلول القادم لتقديم طلباتها للتأكد من أنها تخضع لشروط التأهيل المسبقي لإنتاج بدائل حيوية للعقارات المدرجة على قائمة أدوية المنظمة حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من أن جلوس أمام التلفاز لمدة ثلاث ساعات أو أكثر يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري لدى الأطفال أوضح الخبراء أن جلوس لفترات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والهاتف الذكي والأجهزة الجوالة يتسبب في نشوء عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسكري فقد قام الباحثون بتقييم عينة من 4500 طالب في سن التاسعة والعاشرة في 200 مدرسة مختلفة إذ اجتملت الدراسة على تسجيل مستوى الدهون في الدم ومقاومة الإنسولين ومستوى السكر في الدم وضغط الدم ومحتوى الدهون في الجسم يعيش الفتى محمد مع أسرته في مدينة الحل المحاصرة ويعاني كثير من الأهالي ظروفاً اقتصادية صعبة بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الأسد ودفع محمد للبحث عن عمل لتأمين أبسط مستلزمات الحياة كالطعام والماء لأسرته نتابع هكذا يبدأ محمد يومه هذا الفتى البالغ من العمر 12 عاماً ترك مقاعد الدراسة يقصد بقالية صغيرة في مدينة الحولة المحاصرة يشتري بعض المثلجات ويبدأ بالتجول في شوارع المدينة لبيع المثلجات والله بطلت من المدرسة عشان أبيع بوزة عشان أعيل بأخواتي وما لنا معين غير الله سبحانه وتعالى بأطلع نص صباح لبعض العصر بأخذ لي نصف كيلو بوزة كيلوين كيلو ونص عشان نبيع ومش ببرم بها الضيعة ببرم بها الضيعة بصيح بوزة بارد الأطفال بسمع صوتي بطلعوا بشتروا مني ببيع بالنار يعني بشيت 300 ليرة 400 ليرة بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه قوات نظام الأسد وتدمير المدارس اضطر الكثير من الأطفال إلى اللجوء للعمل وترك مقاعد الدراسة إذ دمرت أغلب المدارس وبات الأهالي يخشون على أطفالهم بسبب استهداف المدارس من قبل طائرات نظام الأسد وفي ظل صعوبات الاقتصادية التي يعانيها أغلب أهالي مدينة الحولة فضل الكثير منهم حث أبنائهم على العمل للأسف الشديد هذه السنة بالذات يعني كل سنة على سنة أسوأ هذه السنة بالذات صرنا نلاحظ أن الأطفال تركت المدارس وصارت تيجي أعلى نصف كيلو وعلى كيلو وعلى قبابيه انفرق من البداية الأب الأم الأهل ما يسمحوا بيها الوضع هذا ولكن هلأ غضوا النظر بشكل كبير لأنه شو مندخلوا للبيت صار يلاقوا يعني يشيم ليه صار الطفل يرد على الأهل الأب وبعضهم توقوته وشبابه ما نقادر يدخل له ينهي محمد يومه يعود إلى منزله ثم يبدأ غسل ثلاجة صغيرة يحملها معه خلال تجوله في الأحياء يجلس إلى جانب والدته وهي تقوم بإعداد وجبة الطعام يعني هذا طفل بس أتباو العمر وأنا برقبت عيلي كبيري بو حرام طالعوا من المدرسة بس ما لي معين حدي عين لي غير الله هو كان عم يشتغل بالخدرة خلصوا هديكتة الخدرة صار يشتغل بالفرن خفت عليه يضرب إيده يضرب هديكته قام صار يشتغل بالبوزة محمد كأغلب الأطفال في الحولة اضطروا إلى ترك مقاعد الدراسة والبحث عن فرصة عمل لمساعدة عائلاتهم على تأمين أبسط مستلزمات الحياة كالماء والطعام في أخبارنا الرياضية ألغت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم العقوبة المفروضة على مهاجم منتخب الأرجنتين ليونال ميسي وفق ما جاء على موقع الفيفا عبر شبكة الإنترنت نجم برشلونة كان قد تعرض لعقوبة الإيقاف لأربع مباريات بسبب شتمه الحكم المساعد في مباراة منتخب بلاده ضد تشيلي في الرابع والعشرين من شهر أذار مارس الماضي ورأت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا أن تصرف ميسي كان مستهجنا لكنها عدت أن أدلة الإثبات المتوفرة غير كافية لفرض مثل هذه العقوبة الكبيرة كشف التقارير الإسبانية أن مهاجم موناكو الفرنسي كيليان مبابي أبدى موافقته للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني وأشارت التقارير إلى أن ريال يدرس خيار التعاقد مع مبابي نهاية الموسم الحالي أو التوقيع معه وإبقائه لموسم إضافي مع موناكو على أن ينضم إلى الفريق الملكي نهاية موسم 2018 وفي خبرنا الأخير مشاهدين تبنت حديقة حيوانات في تشيلي علاج أحد الأسود الذي كان يلعب في عروض السرك بعدما أجريت له عملية تتعلق بالإخصاب قبل ست سنوات وأسهمت إدارة الحديقة بإجراء عملية أخرى لإعادة الأسد إلى وضعه الطبيعي والاهتمام به وبصحته وبعد نجاح حمليته الثانية يملك الأسد موتو من الأبناء شبلين يعيشان مع الأسد في حديقة الحيوانات وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين قوات الأسد تشن هجمات على ريف حما في أول خرق لاتفاق تخفيف التوتر في أربع مناطق سورية القوات العراقية تحرر ثلاث قرى جديدة قرب الموصل والتحالف الدولي يشير إلى اقتراب نهاية داعش في نينوى وصحة العالمية تسعى لبداء الأقل كلفة لعلاج السرطان بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ويمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وسويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع مشاهدين أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجاز الأنباء دائما كونوا معنا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر